التتويج ببطولة أفريقيا بيكون دايما هدف رئيسي للنادي الأهلي في كل موسم الحمد لله ربنا كرمنا في 2020 بالقضية وكملنا بالعشرة في 2021 وبسبب إخفاء اتحاد كرة القدم لخطاب الكاف في 2022 ضعت فرصة الفوز بثلاث بطولات أفريقية متتالية لكن من بعدها وكل تفكيرنا في التتويج من جديد بدوري الأبطال النهاردة وقيمت القرعة والحقيقة من ساعة ما القرعة الناس عملتها النهاردة وتكلمت فيها وقعنا في مجموعة صعبة مع سانداونز والهلال السوداني والقطن الكاميروني ولكن إن شاء الله الأهلي حيبدأ مشواره في الجولة الأولى الأهلي أمام القطن الكاميروني يوم 11 أو 10 فبراير في القاهرة 2000 في إن شاء الله الجولة الثانية الهلال السوداني يوم 17 أو 18 فبراير في السودان ثم الجولة الثالثة الأهلي ضد سانداونز يوم 24 أو 25 فبراير في القاهرة الجولة الرابعة سانداونز يوم 7 أو 8 مارس في جنوب إفريقيا الجولة الخمسة القطن الكاميروني أمام الأهلي في الكاميرون يوم 17 أو 18 مارس الجولة الأخيرة الأهلي ضد الهلال السوداني يوم 31 مارس أو 1 إبريل إن شاء الله في القاهرة يا رب كل التوفيق حيب البعض بيقول ليس ليه مجموعة صعبة يعني حضرتك لو شفت ال 16 فريق اللي موجودين كلهم أقوى من بعض مهم دول أفضل 16 فريق في إفريقيا وبالتالي أنا متخيل أنا النهاردة طلعت على بعض الصحف اللي تتكلم أو اللي بيتكلموا عن هذه المجموعة في الكاميرون مثلا عشان القطن الكاميروني قالك حظنا السيء إن إحنا وقعنا مع النادي الأهلي أكبر نادي في إفريقيا نفس الكلام مع سانداونز اللي قالك إحنا خلاص بقينا كده توقع ملتصق مع النادي الأهلي في كل مجموعة بقالنا خمس سنين فالحقيقة بالعكس كل الناس دايما بتظهر أو بتقول إن هي مش محظوظة إن هي وقعت مع النادي الأهلي لكن في النهاية هي مباريات صعبة جدا 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 إن شاء الله ربنا يكرمنا نستطيع أن نفوز بهذه البطولة